اول حاجة لازم تعملها قبل لما انت تعمل اي تشطبات في الجم وقبل لما انت تلمس اي مصمار ولا تدق خشبة هنا ولا هنا ولا هنا لازم تعمل مخطط تابع معايا الفيديو الاخر عشان اقولك عن ايه مخطط اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة النهاردة عايز اكلمكم على نقطة بيقع فيها اكتر الناس حتى اللي عنده جم واثنين وثلاثة كلما بيروحوا يلاقي مكان بيعجبه او حاجة زكده ومساحة كويسة يبدأ يقول انا خلاص انا هبدأ ارتب المكان هحط هنا الكارديو وهنا الحديد وهنا كذا وهنا كذا ويبدأ فعلا يشتري الاجهازة ولما ييجي يحطها وينظمها في المكان يلاقي بقيت الدنيا ديقة شوية هنا المكان ده مكانش مفروض مناسب ليه فيبتدي يحط الجهاز ده حطه خلاص هنا مفيش مكان غيره احنا اشترينا الجهاز ده مكلف بمبلغ وقدره فبالتالي هنا بيقع خطأ كبير ان انت بتستهلك مساحة مش في مكانها او بتشتري اجهزة مش في محلها وبالتالي انت بقيت مضطر ان انت تعيش مع الواقع ده وهنا بيجي دور الـ experience بتاعة الممبرز الممبرز لما بيجوا في قلب الجم حتى لو كانت اجهزته حلوة الـ decoration كويس كل ده بيجي عنده انطباع كده اسمه experience بتاع الجم لانه هو كل يوم بيجي في قلب المكان كل يوم بيدخل المكان ده في محتاج ياخد experience كده اللي هو انا بحب اروح الجم عشان الاتموسفير بتاعته علشان التنظيم بتاعه عشان الالوان عشان الخدمة عشان السيرفيس عشان المدربين حاجات كتير اسمها experience فانت عشان تعمل الـ experience دي لازم تكون عامل زي رحلة كده في الجم ان الـ client اول ما بيدخل مثلا من الاستقبال لحد ما بيروح ويبدل ملابسه بعد التمرين وبيروح بيبقى معامل ازاي تفكيره رحل هل لقى مثلا الحاجات اللي كان مثلا متوقعها وارتح نفسيا فيها ولا لا كل ده بيرجع لنقطة اساسية هي رقم واحد في نقطة الانطلاق وهي الرسم بتاع الجم وتصميم الجم هنا بقصد في نوعين من الرسم والتصميم فيه التصميم اللي هو الانتيرير ديزاين والالوان والحاجات دي كلها وفيه التاني حاجة هي دي الاهم وديه الاساسية اللي هي تنظيم وتأسيم المكان وتوزيع الاجهزة توزيع المكان وتوزيع الاجهزة زي ما انا هحطوكم صورة في الاول ان المشروع مثلا ممكن يكون في الاول تراب فاضي مساحة كبيرة مش عارف تنظمها ازاي تعمل فيه ايه فبالتالي بس بتكون عارف فين الشباك مثلا بتاعه الباب بتاعه فين الصرف والمية والكهرباء فين امكنهم بالزبط وبناء عليه بيتعمل التصميم للاجهزة اول حاجة قبل ما تعمل بقى تأسيس بقى وصرف وسباكة ومش عارف وايه وكهرباء لا 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 انت لازم تعرف هو اللي هيعيشوا هنا والناس اللي هتيجي هنا هم عايزين ايه هيتحطو لهم اجهزة ايه طب الاجهزة دي محتاجة ايه محتاجة كهرباء طب محتاج لما يدخل من هنا يروح الاول اجهزة ولا يروح شاورز ولا يروح تويلت من هنا ولا يروح ازاي فكل ده بيرجع لايه المدخل المكان والاستقبال وبعد كده الجام بعد كده بقى حطله الخدمات بتاعته كويس لما بتيجي تتعمل التصميم ده ما بيكونش اي حد يعملك تصميم وخلاص انتيرير ديزاينر با احترامي ليه ممكن يكون شخص فاهم في تصميم الالوان في في الدكورات في اللايتس في حاجة كتير لكن ما عندوش خبرة ان العضو او الممبرز في الجام مثلا بيحسر ايه ممكن هو جرب ان هو يشترك في جام ممكن راح عشر عشرين جام لكن ما عندوش خبرة كل اعضاء الجام لما بيروحوا التكدس وساعات الزروة وساعات الراش اوار هيكونوا عاملين ازاي وتوقعتهم ايه وما بيتكلمش في كل ده انه مش ده تخصصه فلما نيجي نعمل تصميم للجام لازم يتأسس الاول فين اماكن الكارديو طب كم جهاز للكارديو هنحطهم بناء على المساحة الكبيرة وتوقعات عدد الاعضاء في الراش اوارز طيب السترنك في الحديد هيكون هادي ايه الفريويت هيكون هادي ايه توزعتهم هادي ايه زي ما انت هتشوف على الشاشة دلوقتي بعض التصميم او تصميم مثلا لمشروع بناء على المساحة بناء على التوقعات بناء على الاحتياجات ان الناس هتكون محتاجة اجهزة ايه سواء هو رجالي حريمي ماكس سواء عايزين نركز على حاجة معينة لعبة معينة او عايزين نضيف كلاسات معينة او ستوديو معين نبدأ ان احنا ننزل مساحة او نفضي مساحة للحاجات ده كلها بعد ما بنعمل التصميم بتاع الاجهزة والحاجات ده كلها بنبدأ نصمم الفراغات نصمم الفراغات ان احنا نقدر نحط الاستقبال فيه منطقة الخدمات الشاورز واللوكرز والسبا وكل الكلام ده كله تمام وبناء عليه يبدأ بعد كده التصميم بتاع الدكورات نبدأ نعمل تصميم تاني بقى للدكورات بناء على هنا بقى الاجهزة الكارديو طيب احنا محتاجين تكييف هنا طيب لا انا بيعدي تكييف شوية عن الكارديو فنحط عند لايتس اكتر عند الكارديو طيب نحط هنا اللوجو طيب نحط المريات فين هنا يبدأ يشتغل الانتيرير ديزاينر ويبدأ الشغل يبان بقى على ارض الواقع اللي هو انا هشوف الجن بتاعي بالشكل ده دي الاجهزة وده التصميم الدكورات هنا بقى بعد ما يكون عندك التصميم من دول انا بأكد لك ان انت هنا وقفت على رؤية للجن بتاعك بشكل صحيح وشكل professional انا عارف ان في ناس كتير ممكن يبقى نفسه في جن حلو ويعجبه قوي ونفسه ينفزه بس للأسف ان هو بيحاول يقول انا اقدر اعمله ويبدأ ينفزه من نفسه بس للأسف هو ما هيقدرش يعمل وين ينفزه الحاجات دي محتاجة تخطيط ومحتاجة تنظيم لازم تصرف في مخططات وتصاميم علشان خاطر الرؤية فعلا اللي انت نفسك فيها تشوفها بعد كده على ارض الواقع لان حتة ان حد يكون عنده good experience وان هو مستمتع بالجن كل يوم وكده مش فقط اجهزة مش فقط مدير المكان مش فقط مساحته قد ايه لا فيه كمان الجو والرحلة بتاعت المكان ذات نفسه والمداخل والمخارج والتنظيم الاجهزة وشكل الاجهزة وتوزيع الاجهزة وعدد الاجهزة وكمية الاجهزة اللي هو محتاجها كل ده بنسميه experience لو انت اشتغلت على حاتة experience بتاعت العميل وقد ايه متطلبات واحتياجات ونظمتها بشكل كويس ومريح للعين ومريح للنفس انا بأكد لك ان انت زاد نفسك هتنبهر بالجن بتاعك حتى لو كان صغير يعني ممكن تقول مثلا انا مثلا عندي جن 200 متر بس نفسي بقى حلو قوي لا لازم تعمل ده ويصدقني 200 متر ده يطلع معك واو حاجة حلو قوي ممكن تعمل استوديو ويطلع واو بس لازم يكون في حاجة اسمها experience لازم تخلي العميل يدخل كده وانت زاد نفسك تدخل كده تعيش فيه تدخل يمين وشمال وتشوف الجهاز ده هنا والجهاز ده هنا وتحس ده فبالتالي هتحس فعلا انت كل يوم رايح الجم ومستمتع ومش متدايق لان فيه جماد كتير انا شفتها كنت بس مجرد ادخلها بتقفل منها بتقفل ما عنديش experience مش قادر اطلع experience لان الرياضة هي حاجة يعني ايه حاجة emotional حاجة عاطفية برضو ان انا مكان لازم اكون مرتاح نفسيا فيه عشان اتمرن ممكن اتعود على الناس ممكن اخد يوم اتنين تلاتة اتعود على الناس والجو وكله لكن لازم يكون فيه الوان حلوة اضاءة كويسة اجهزة توزعها اماكنها حاجات زي دي كلها اتمنى في نهاية الحلقة تكون عجبتكم وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته